مرة أخرى تتجدد التظاهرات في محافظة ذيقار مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء الذي تشهده المحافظة منذ سنوات وهو الأمر الذي يزيد من حجم الاحتجاجات التي تنتقد نقص الخدمات وتطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب حيث أغلق محتجون في ذيقار أربعة دوائر للمطالبة بالتعيين أولها بلدية ناصرية التي تم إخراج جميع الموظفين منها وإغلاقها حتى إشعار آخر فضلا عن شركة النفط ذيقار والمصفى النفطي ودائرة المنتجات النفطية وهي الدوائر التي تم إغلاقها من قبل خريجي الكليات والمعاهد المطالبين بالتعيين على ملاك الشركات النفطية والذين لوحوا باستمرار الإغلاق لحين تعيينهم بالمقابل قال مصدر أمني أن محتجين من أنصار مدير بلدية ناصرية السابق كاظم الصافي أقدموا على مهاجمة موظفي البلدية بالأسلحة البيضاء وجرح موظفين اثنين للمطالبة بتشغيلهم وهو ما دفع إدارة البلدية الحالية إلى أغلاقها لإشعار آخر حتى يتم توفير الأمن اللازم للموظفين وتأتي هذه التظاهرات الاحتجاجية في ذيقار بعد أيام قليلة من تنظيم العشرات من أمهات شهداء التظاهرات وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف المحافظة للتضامن مع والدة شهيد إيهاب الوزني والمطالبة بالقصاص من قتلة الناشطين فضلا عن المطالبة بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين ومن بينهم الناشط سجاد العراقي